السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء رح أشرح لكم بهذا الفيديو عن رسم الاقتران اللوغارتمي بدي أخذ مثال ومن خلال المثال نستنتج نحن كيف طريقة رسم الاقتران اللوغارتمي معطيك اقتران اسمه قاف السين بيساوي لوغارتم سين للأساس 3 طالب منك ترسم هذا الاقتران وتستقصي الخصائص تمام؟ هسا بالبداية أنا بدي أفرض قيم لألي بالسين بجدولي هذا طبعا نحن بنعرف أنه المجال هو حال موجب حا الموجب اقتراني هنا مجالي حال موجب يعني أنا مسموح لي أفرض أرقام أو قيم لسين من الأعداد الحقيقية الموجبة فقط نحن أخذنا بالاقتراني الأسي أنه مجال الاقتراني الأسي هو حا والمدى حا موجب بما أنه الاقتران اللوغارتمي هو اقتران عكسي للاقتراني الأسي رح يكون معي برضه عكس للمجال والمدى المجال رح يصير حال موجب والمدى هو اللي رح يصير حا طبعا أنا بتطلع هون عندي على الأساس بلاقي أنه الأساس 3 فأنا لما بدي أفرض قيم لسين بدي أفرض قيم تتناسب مع الثلاث بحيث أنا لما أجي أعوضها بهاي الصورة هون أقدر ألاقي الجواب تبع اللوغارتم حسب القوانين اللي أنا تعلمتها يعني أنا ما رح أجي أفرض 2 ويصير عندي لوغارتم 2 للأساس 3 طبعا أنا كيف بدي أوجد جواب اللوغارتم عشان أطلقي متصاد ما بينفع مشان هيك نحن لازم نختار قيم تتناسب مع الثلاث أنا هون اخترت لك التسعة الثلاث الواحد التلت والواحد على تسعة تمام هون بالمثال اللي معي ما حدد لي مجال ما حكالي من هون لهون مسموح لك تختار مشان هيك أنت حر بتختار القيم اللي بدك إياها من حال موجبة فقط طبعا رح تشوفوا هون أنا فرضت التسعة التلات الواحد الواحد على تلات الواحد على تسعة عوضتهم مكان سين اللي موجودة معي بالاقتير عن قاف السين صار معي التسعة عوضتها مكان سين ناتجها تنين التسعة فرضتها طبعا عشان تصير مثل التلات تلات قوة تنين والناتج هو التنين حسب القوانين اللي معي لغارتم تلات للأساس تلات بيشبهوا بعض الناتج واحد رقم تلاتة اللي هو لغارتم واحد للأساس تلاتة الجواب صفر لأنه ما داخل اللغارتم يساوي واحد التلت بدي أعملها تلات بقلبها بتصير تلات قوة سالب واحد والواحد على تلاتة تربيع المقصود فيها واحد على تسعة بقلبها مشان تصير تلات بتصير تلات قوة سالب اتنين بيكون الناتج عندي سالب اتنين هيك أنا بكون أوجدت قيم صاد الثلاث مع الواحد الواحد مع الصفر الواحد ع ثلاث مع السالب واحد الواحد ع تسعة مع السالب اثنين ووصلتهم طبعا بنوصلهم على شكل منحنة المجال حال موجب المدى حا هو عكس الاقتران القسي متزايد لانه الاساس اكبر من واحد الاساس معي متل ما انتوا شايفين ثلاث فهو اكبر من واحد اقتران واحد لواحد هادي برضو خاصية ثابتة المقطع السيني هون قطع السينات عند الواحد فبيكون المقطع السيني واحد المقطع السادي لا يوجد لو انت اجيت بدك توجد مقطع سيني بتعوض مكان صاد صفر وبتوجد الناتج لو اجيت تفرض مكان سين صفر عشان توجد مقطع صادي رح يصير عندك لغارتم صفر للأساس dry وهذا الحكي مش صحيح ممنوع يكون عندي صفر ما داخل اللغارتم فبيكون عندي لا يوجد مقطع صادي هذا بالنسبة للمثال الاول نكمل مثال اتنين طالب منك توجد لغاريتم سين للأساس نص ومعطيك مجال بينتمي من نص لعشرة يعني فقط انت مسموح لك تفرض قيم مكان سين من النص للعشرة ركز على أطراف الفترة النص مغلقة العشرة مفتوحة يعني النص مسموح لك تفرضها العشرة لا فرضنا القيم ضمن المجال المسموح لي بما يتناسب مع الأساس الأساس نص بما يتناسب معه فرض التمانية أربعة تنين واحد نص لما فرضت التمانية بكتبها تنين قوة ثلاث مشان تصير تتناسب مع النص وبرضو التنين رح أرد أحولها لحتى تصير نص لغاريتم نص قوة سالب ثلاث بدها تصير لأنه كانت قوة ثلاث لما قلبت العدد صارت سالب ثلاث النص مع النص بيشبهوا بعض بيصفي الجواب سالب ثلاث برضو الأربعة كتبتها تنين قوة تنين والتنين أنا قلبتها صارت قوة سالب تنين الناتج سالب تنين التنين قلبتها دايريكت صارت نص قوة سالب واحد طلع معي الجواب سالب واحد لغاريتم واحد للأساس نص الجواب صفر ولغاريتم نص للأساس نص الجواب واحد بهاي الطريقة أنا فرضتهم نيجي هون نشوف الرسمة طلع على أطراف الرسمة عند النص لما طلع جوابها مع الواحد أنا سكرتها دائرة مغلقة لأنه طرف الفترة عند النص مغلق وعند العشرة الصورة لإلها مفتوحة بحط دائرة مفتوحة لأن العشرة مش داخلة ما بصير أحط أسهم مثل المثال السابق المثال السابق ما كان محدد لي مجال فأنا بحط أسهم هنا ما بيزبط أحط أسهم الخصائص المجال معي من نص لعشرة وبيزبط تحكيلي حال موجب لأنه أنت بتحكيلي عن خصائص بشكل عام المدى ها متناقص لأن الأساس محصور بين صفر وواحد الأساس هنا عندك مثل ما أنت شايف نص النص محصورة بين الصفر والواحد أوريدي رح يكون معي متناقص برضو اقتران واحد لواحد من الرسمة بنلاحظ أنه قطع السينات عند الواحد ولا يوجد مقطع صادي هذا بالنسبة لرسم الاقتران اللغارتمي أي سؤال أي استفسار عليهم ما في مشكلة نحن جاهزين على جروباتنا ويعطيكم العافية